السلام عليكم اليوم إن شاء الله رح نتعرف على طريقة عمل ورسم الوايرز والكيبلز باستخدام صاليد ووركس نبدأ أولا بطريقة رسم الواير نختار المليميتر ثم طريقة رسم الواير طبعا مثل ما أغلبكم يتوقع هو عبارة عن بثق لدائرة خلنا أخذ مثلا الرايت بلين نرسم عليها دائرة قطر الدائرة حسب الواير يعني الواير مثلا عندي نفترض طبعا تعرفون الناس اللي يعملون بالأمور الكهربائية يفهموا إنه الواير يقاس بوحدات أما بالمليميتر دائمتر أو بالAWG مثلا واير جيج هل نفترضها مثلا 16 AWG يكون القطر الخارجي 2.4 مليميتر select 2.4 مليميتر هذا هو قطر الواير انتهى الرسم مالتي وأبثقة extrude يقدر المقدار حسب الطول اللي أريده مثلا نفترض طول الواير خلنا نفترض 250 مليميتر هذا 250 مليميتر أقول له اوكي هذا واير ولكن يجي واحد يقول لي زين هذا شنو هذا الواير هذا عبارة ما دا شوفه واير دا شوفه رود معدنية كأنه قطعة معدنية نعم إذا ريد نقدر نضيف له طبعا القلب النحاسي مثلا هذا بعد فتشي أضافي نضيفه نقدر نسوي لهذا بالطريقة الأخرى اللي مثلا أجي منها الجهة right clicks أرسم دائرة أخرى بالوسط القلب النحاسي مثلا طبعا الأرقام صححة بالمناسبة الفلة تكون علميها ك40 وأبثقل هذا لسه صح الأرقام ومشكلة أبثقل هذا بمقدار أبثقل بمقدار نفترض مثلا 20 مليمتر 20 مليمتر 20 مليمتر 20 مليمتر 20 مليمتر 20 مليمتر جيد هذا مثلا ما دا شوفهن طبعا هو نفس الماتيريال هذا فلا نفس اللون بعدين نجي نشوف شوان غير ماتيريال مفيد مشكلة تصحيح صغير الدائمتر الخارجي أجعل سكتش هذا أقول الدائمتر الخارجي هو 2.4 صحيح لا صحيح والداخلي هو يكون والداخلي يكون والداخلي يكون 1.3 مليمتر أوكي زين إذن هسه هذا يمثل واير مستقيم طبعا أجي من الجهة الثانية أيضا أسوي لبثق أقدر أسوي لبثق نفس الطريقة وارسم هنا دائرة 1.3 مليمتر ورأسا أقدر أجي لبثق لها بمقدار 25 مليمتر هذا صار كأنه يمثل لي كيبل يجي واحد يقول ياابا هذا شلون كيبل هذا شو مده شلونه نعم طبعا أجي من أجي من أقدر أختار الماتيريال أدخل أطلب المتيريال وخل نفترض شي مننا نفترض للون مثلا لازم أختار فى اللون آخر نفترض أحمر أحمر طبعا كل شي صار أحمر فإذاك شي سوي السي أجي هنا وأختار هذا اختارت هذا وهذا كنترول طبعا تذكرون كنترول إذا أختار أكثر من عيدة كليك على هذا ثم اكبس كنترول واكبس على هذا الوجه فاختاريت هذو الاثنين ثم اضله appearance right click sorry appearance appearance face هذا الفيس فقط ارد غير appearance مالدة نفترض ال appearance خلي سوي مثلا هذا او هذا اسفر غامق مالي سوي اسفر غامق لانه مو منطقي مو عاد يكون افضل اوكي اذا هسه واضحة اجي هناك right click واقول له copy appearance copy appearance لحي استنسق لي هذا ال appearance واجي هناك خلي اوجهه في الجهاز صحيح اوكي اختار هذا right click paste appearance مو سوري لازم اختار هذا وهذا او اضيفهم بنفس ال appearance مال هذا يعني اكبس على هذا وقل له right click appearance لح تظهر لهذه القائمة فقال لي هو هذا الفيس اضيفه اياه كل ما حسنا حسنا كيف منطقي مو خلف او هذا او صعب في الجهاز او صاعب با نفس ال appearance اذا هذا يطيني هس افضل و اسهل انه هذا وير او مغلف وطبعا هذا الواير مثلا تشوفون عبارة عن قطعة من النحاس و وير صلب من النحاس أكو أنواع أخرى يسمى Stranded Stranded هو هاي صورة إليه فهذا الواير الصلب قطعة نحاسية أما Stranded معناته أنه يعني مثل شعيرات داخل مجموعة وايرات والمفروض هاي مجموعة الوايرات تناسب هاي هذا الصلب يعني ينقلون نفس الكمية طبعا هو بالحقيقة مجموعة الواير تكون أمتم بكثير الصلب يكون أفضل لأنه المساحة الضائعة بالتجاويف بيناتهم هذا هو كله يوصل الكهرباء على كل هذا الموضوع فهذا هو الفرق الصلب وال Stranded Solid and Stranded إحنا مو هذا موضوعنا موضوعنا أنه شوان يسوي واير فأعتبر كله هو Solid للسهولة ولو تجعلي حتى بأغلب الكابلز والواير ما أضيف هذا القطع النحاسية يا ما أحتاجه هي الفكرة أنه أنا عندي كابل وإلا فالطول معين هاي الشيء الأريده أنا طيب النقطة الأخرى اللي أريد أعرفها هو إشغل طول هذا الكابل لأن هذا الشيء مهم أجي من هنا كليك وأقيس المسافة توجه منها من هذا الوجه إلى هذا الوجه حتى أعرف الطول الكلي وظهر لي هنا المسافة الكلي هي 300 مليميتر فإذن أذكر أنه تحتاج 300 مليميتر لهذا الكونيكشن وطبعا هذا الشيء مهم جدا لأنه بالأخير أي تصميم عندي يجب أنه ينقل للمنفذ إشغل كمية الكابلز أو الوايرز اللي يحتاجها في في بناء المجمع النهائي أو المنظر الموالتي طيب إحنا نتعرف نفس الشيء نرسم قطعة واير مستقيمة ولكن الوايرز مثل ما كلكم تعرفون بها بعض الانحناءات وتطينا نوع من الواقعية أكثر بالديزان النهائي أو التصميم النهائي فشو نسوي هذا الشيء؟ حسب ما تذكرون أغلبكم يتذكر اللي متابع المحاضرات احنا نقدر نفترض أجي على الرايت بلين أرسم نفس الكيفية السابقة أرسم لنفترض الجاكت الخارجي لا بس نسلم بنفس الطريقة الجاكت الخارجي هو 2.4 مليميتر أوكي هذا الجاكت الخارجي أجي أريد أرسمه بطريقة أخرى أجي أختار مثلا top plane أطلع منها أجي top plane أقول لها أرسم خط مستقيم نفترض من هذا النقطة إلى بمسافة نفترض 10 مليميتر أوكي 10 مليميتر ثم بعدها أختار spline ليش spline ليش ما أختار بقية المنحنات أقدر أختار أي منحنة أحتاجة أختار مثلا arc أختار كيفي راحتي ما عندي مشكلة spline أسهل حسنا تجي نشوفوا ما شلون spline طبعا أكون أنواع spline أكون direct spline وأكون عندي style spline style spline يفضل استخداما بهاي الحالة خلق أستخدم style spline طبعا أكون أنواع buzzier وأنواع أخرى أو buzzier فأختار هذه النقطة للبداية وتشوفون ما سيحدث عندي أختار هذه النقطة ثم أضل non click توقف إذن اللي صار هو أرسم خاطر مستقيم من هذه النقطة فقيم بمقدار 10 هذا الجزء أريد أن يكون أفقي هذا الجزء أريد أن يكون أفقي بسهولة أتحكم هذا الشيء هذا أقدر أتحكم بالمسافة ما عندي مشكلة أقدر أتحكم مسافة مننا إلى هنا هذه الطريقة ثانية أيضا زين خلي حس هذا الشكل هذا هو ده أرسم أني مسار الواير مسار الواير نفترض من القطعة A إلى القطعة B يمر الواير بهذه الطريقة حتى يتجنب بقية الأشياء الموجودة خلي أتوقف زين أرجع control 7 إذن سأبثق على هذا المسار أستخدم sweep سيسألني أين الواير الواير أقول له هذا الواير يقول له أين الواير أقول له هذا الواير ولكن هناك نقطة الواير سأختار جزء من الواير أقول له right click selection manager لأ أختار الواير كله فبالselection manager يسمح لي أن أختار القطع 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 الأولى القطع الثانية والقطع الثالثة وأقول له ok تم الموضوع بثقل بشكل كامل أقول له ok هذا هو الواير بعض المصممين ما يحبون يشوفون هاي النقاط أنا بصراحة خليها لأن الغرض هو أنه أبين الواير وأقيس المسافة مالته هذا هو الشيء المهم بالنسبة لي شو أنا أقيس المسافة مالته أجي هنا أقول له مثلا sketch لا هذا sketch الثاني اختار 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 وقل أحسب لي المسافة هذا زائد هذا زائد هذا فأحضر عندي المسافة اللي هي 121.5 خلي 121.5 ملم 120 ملم فأقدر أقول له بالتصميم يجيب واير طول 120 ملم وأيضا بنفس الطريقة دائما في بداية ونهاية الواير تكون حاول قدر الإمكان تخليها قطعة مستقيم والمنحنيات الأخرى اللي بينها تكون مماس بشكل صحيح عليها نرجع مرة أخرى نشوف هذا هذا سوينا أفقي تذكرون سويته أفقي أفقي معنى نفس هذا الاستقامة ليش لأنه هذا لو أقلق عليه أضغط عليه يعني وهذا أفقي زين شونا نسوي أفقي واختار أفقي أحدد أنه يكون هذا الخط أفقي هذا هو خط يبين السحب مثل هذا أعتبر هذا مثل ومقدار السحب هو يحدد للشكل المالته زين أكدأ طبعا أتحك بهذا الموضوع أغير شكل المنحني والتي يتغير كله تغير هاي طريقة الأخرى في رسم الشكل طبعا هذا الشكل هو 2Dimensional الحقيقة 3Dimensional ولكن على يعني على سطح واحد هذا كله صار على سطح واحد خلاتي يشوف على هذا السطح Top لو شفنا Top كأنه H طبعا ينصف لأنه الدائرة بال origin تدي فين الصف هزيان طيب هذا هو طريقة عمل الوايرز حسا لو ردنا نكمل منا أن نعمل الكابل الكابل مثل ما تعرفون مكون من عدد من الوايرز أخاي أحد الصور الكابل مكون من 3 وايرز طبعا هذا الكابل هو يستخدم مثلا بال الكونكشن الكهربائي extension كورد أو كذا فأكو غلاف خارجي ويمر بثلاث وايرات معزولة عن بعض لحتى يصير التوصيل ودائرة قصيرة وتكون معزولة فهذا نفترض هذا هو واير معزول نقدر نضيف لتحسين الانتاج أو المشهد الخارج أو المظهر الخارج نضيف لون ونضيف لكذلك كبر نحاس بالداخل حتى يبين انه واير خلنا نسوي هاي الشيء بسرعة زيان نضيف لأول شيء النحاس خلطي لون بالبداية فأختار هذا الشكل نعم خلأ اختار بها الطريقة control control وهذا الوجه هو الوجه الآخر control right click ثم اختار appearance appearance face ممكن اخلي فالشيء اخر بدل عن face خلي نجع عليه مرة اخرى وهو sweep كله sweep كله طيل لون بدل ما اختار face sweep كله طيل لون نفترض هذا اللون مثلا ابيض صال ابيض طيب زين لو ردت لا ما لا سيفيد اندو ستعرفون ليش خلي ارجع خطوة واحدة عن sweep خلي ارجع خطوة واحدة اقول انا سأدرسم هذا الشيء فاحتاج انه ابثق ثلاث وايرات بنفس القطر هذا ملاسقة لبعض ابثقهم بهذا الشكل وبيهم غلاف خارجي خلي نجي نشوف شو نسوي لهذا لو اجينا للشكل الاصلي اختار الشكل الاصلي خلي نسم دوائر اخرى زين هاي الدائرة هاي الدائرة اريد هاي الدائرة وهاي الدائرة وهاي الدائرة تكونون متساوية القطر ثلاثة متساوية القطر زين هاي الدائرة وهاي الدائرة يكونون على استقامة واحدة افقية هاي الدائرة تمس هاي الدائرة مماز fully constrained متاز اريد هاي الدائرة تمس هاي الدائرة مماز وهاي الدائرة تمس هاي الدائرة تكون full constrained اطلع yes there is a problem صحيح خلي نضيف شي آخر ليش صار problem داي قل لانه من تكون مماسات لح تصير ثلاثة اشكال فمن اسوي للسويب لازم اختار ثلاثة اشكال وهو هذا الشي طبعا مو صحيح اطلع exit sketch anyway صار عندي error طبعا قل ارر عندك close نرجع على sweep اختار sweep اقول له sketch profile sweep مشكلته انه مايقدر يتعامل باكثر من profile واحد لو عندي اكثر من profile لا يمكن انه يكمله بنفس الطريقة هاي مشكلة فاش راح اسوي هس اقول اطلع close ارجع على sketch multi sketch sketch طيب ما سأفعل سأجعلهم يداخلون مع بعض ليس كما سأجعلهم touch سأجعلهم يداخلون مع بعض ماذا ننظم هذه العملية دعو شوف شون ارسم مثلث استخدام هذا ارسم ثلاث اضلع مثلث من ثلاث اضلع امسح ذلك ان تفهم ماذا سأجعل ماذا سأجعل مثلث بنتلها اضلع زين هذا يكون افقي وهاي النقطة تكون في هذا المركز طيب ارسم دائرة اخرى بهذا المركز ودائرة اخرى بهذا المركز هاي الدائرة وهاي الدائرة وهاي الدائرة نفس القطر هذا المثلث طبعا اختار واسوي فور كونستركشن فاذا ما سيتأثر عندي بالعمل المالتي اضغر زغر المثلث زغر المثلث بحي الداخل وندوار مقدار بقى بسيط جدا زين شو اقول انه تعال trim هذا وهذا هذا 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 طيب طيب حسا اللي صار شنو اللي صار انه صار عندي هذا الشكل وقدر ابثقه بدون مشاكل بس اتأكد انه ما عندي اشكال خروط صلب الداخل ما عندي خروط صلب الداخل اشو problem ماذا problem اوكي ما مشكلة close اجي اسع ال sweep يقول sketch delete هو هذا حسا قدر يشوف sketch ويقدري بثقلية بثقلية بطريقة مناسبة زيان يجيو احد يقول لي زيان انت هذا هو ملاح يكون ال cable احنا اتفقنا انه ترسم cable ال cable انا لن اشوف الخارج مالته صحيح فاذن نرجع مرة اخرى لهذا الشكل ما اقول لسكتش اختار اختار هم كلهم واغل for construction وارسم لدائرة كبيرة قطرها 6.3 ماله منطقة مرة 6.3 مليمتر 6.3 مليمتر 6.3 مليمتر 6.3 مليمتر 6.3 مليمتر لا بأس اطلع اطلع اضع 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 هذا هو ال جميل هناك لون اضع بوساطة شديدة. اجي هنا. اختار هذا الوجه. واختار هذا الشكل. اختار هذا الشكل. اقول لك convert entities. اريد هذا وهذا وهذا بالcontrol طبعا. اقول لك convert اختار ان Phewcover entities اضج dignity اختار ان اختار الاخرية اختار الاخرى سأعدي هذا الاسكتش. هذا هو الاسكتش فقط عديد. أقول له بثقلية بمسافة عشرة أوكي. مناسب عشرة. طيب. وسأخفي لهذا الاسكتش. إذن بثقلية بهذه الطريقة. أقدر أيضاً أضيف عليهم بعض. أرسم هناك شيء آخر. وأضيف عليها الكورز اللي هي المحاس. أرسم دائرة. أجي أختار هاي. دائرة اللي حيبيني. القطر مالت الدائرة هو. 1.29. 1.3. 1.3. أوكي. وأخرى هنا. دخل نسوي الواحد وحدة لأنه. إكستروجينز يقبل ملتيبل. ما أعتقد. دخلنا نسوي. نطلع إكسترود. نختار عشرة. هذا هو قصده. مرة أخرى. دائرة بهذا المركز. كليك على هاي الحافة اللي حيبيني المركز مالتها. كليك عليه. وقل له. 1.3 مليميتر. نطلع. ابثق. فيتر. ابثق. وما ما طلعت من الاسكتش تلاحبون. رأساً. ابثق عشرة. طيب. مرة أخرى. أجي هنا. Right Click. Sketch. ثم أرسم دائرة مرة أخرى. أخلي على هاي الحافة اللي حيبيني المركز. كليك. وأرسم. أطل قطر 1.3 مليميتر. مباشرة نقدر نروح إلى Feature Extrude. فهذا هو الرسم الوحيد. ال Sketch الوحيد. راح يبثق المقدار 10. أوكي. That's enough. زيان. زيان. طبعاً أنا أقدر أبثق كل واحد من هذوله بشكل منفصل. حتى ما يكونوا الملتصقين من الوسط. عادي مثل ما تعلمنا. و. آآ. أنا أقدر أفعل هذا المكان هذا. مثلا. حتى نوضح على الأمور ما حدث. أقول. أتخلوا رسم المثلث. مثل Guide وهذا المثلث. نوضح على الأمور. أكرمه مجتمع رسم. حتى لا يناس. و هل استفعت برشرة الوحيد. هل يستطيع اختبر أعطاء هذا المنزل. اختبره على المنزل الوحيد. حتى الوحيد يصطمه. حتى مجتمع سوري. كمجتمع رسمه. أنا أخبط مجتمع. كمجتمع. نعم هذا اعتقد الاخلي اداني شو يمكن هذا يكون ربما point five point two لا قليل عندي one بعد اقل من one point seven ايه منطقي هاي الدارة الاولى او الا سبثق لياها one point three لا المفروض two point one point three صحيح two point four اللي هو القطر two point four ارجع مرة اخرى على هذا ال sketch right click sketch واختار two point four two point four two point four بمقدار 10 اوكي 10 وهذا هنا انا سوي لي فوق sketch اضافي وارسم لي اللي هو ال conductor الموصل اللي هو one point three one point three ثم وارس انا جي هنا اقول extrude 10 10 اوكي كل شي نبدا نسوي البقية زيان النقطة الارضة اسوي هنا هو انه اختار هذا الاكستروجين وان الاكستروجين هذا السويب هذا السويب وعطي لون اقول لون السويب نفسه لون السويب خلي يكون اسود اوكي اوكي خلينا غير لون اقل اقل افيرانس سوف اللون مثلا برا ما دي غامق اوكي طيب هسه مثلا من نفس الشي هنا او هنا او هنا او بس هاي الطريقة اسهل لانه لح يكون conductors من فصلة اختار مثلا هذا السويب جيد هذا اقل اللون مالتك تكون باص لا مو باص اي لون مالتك لح يكون لنفترض اه لون هذا هو خلي يكون مثلا احمر اوكي وهذا الباص اكستروج تخلي يكون لونه مثلا هذا اللون هذا الكبر فصار بها الطريقة هاي نفس الشي يقدر سوي هنا ولكن هذين يتعرفون لانه ملتسقات مع بعض فما رح يطلع بشكل صحيح بس خلينا نحاول نسوي هذا من هالجهة معناته انه من هالجهة مثلا هذا هو الاحمر هذا هو الاحمر خلينا نسوي يعني ما رح يطلع بنفس الشي للريدة ولكن لا بس بس خلينا نوضح الفكرة اولا رح تكون red فهمت القصد لي انه مشتركات ذاني تلاتهم بالاشيء فهذا الوجه بالأوام ما رح يقدر يعبر عن نفس اللون طيب هذا اوك هذا منفصل اذا اجي اقول له عفوا اقول له لون وهو الكبر اللي اختاريناه هنانه اللي هو هذا و اوك يعني بهذه الطريقة هاي هذا هو طريقة ترسم الكابل طبعا لازم نكمل ايضا بس حتى اختصارها للزمن ارسم ايضا الثلاثة الاثنين البقية مع الكبر كونكتور مالاتهم ان شاء الله تكون هاي العملية واضحة ممتاز واستكمالا للموضوع اجي هنانه ارسم واخذ هذا السكتش اللي هو وينه السكتش هذا السكتش اشاركه اقول اريد هذا المثلث بس ارسم الدائرة ارسم دائرة هنانه الدائرة قطرها 2.4 2.4 اوك ونفس الطريقة ابثقها 10 اقدر ابثقها بمقدار مختلف على ميز بيناتهم 15 مثلا بس نعمل تمييز فقط الاكثر الاقل وهذا رأسنا الطيلون appearance اقول له مثلا تلونك لحيكون اختارة احمار في الاختار مثلا اه ازرق هذا ما اكلش ازرق بالعلم الكهرباء بخلي اختار لون ازرق منه وشوي اغير الاناء اللومات او الكمية مالته هذا معقول اكثر وايضا اسوي علي سكتش ودائرة على هذا الدائرة مقدارها 1.3 واكسترود حتى يبتق لي الكندكتر مباشرة طيلون وكما طيلون شي اقدر اسوي اجي هنا رائت كليك كوبي ابيرانس رائت كليك باسترق اي اسهل زيان المرة الاخيرة ارسل هنا سدائرة قطرها 2.4 بثقها خلنا افترض هاي المسافة هي 25 اوكي و لون اه ابيرانس او و خليكن لون مال تمثلاً أخضر خلنا أخذها الأخضر جداً مو مشكلة طبعاً الألوان قد ما تكون واقعية جداً ما أحتاج بعدها السكتش أوقفه هس هنا أسوي Conductor الأخير غلطت يجب أن نختار المركز بشكل صحيح طيب هذا المركز و 1.3 وأبثقه بمقدار شكل عشرة و نفس الشي Right Click Copy Appearance Right Click Paste Appearance فصار عندي هذا الكابل جاهز للربط والتوصيل هاي طريقة رسمت فيها الكابل إن شاء الله بالمستقبل لحن نحاول إنه إذا صار عندنا مجال أتكلم على الطريقة التوصيل الـ Components مع بعض يمكن عندي 3D Cable عندي Components متوزعة ممكن لهم تكون أفقية مثل هذا تكون Components واحدة بارتفاع معين الثاني بارتفاع آخر فشون أوصلهم؟ نفس المبدأ ولكن كلما في الأمر الـ Sketch سيكون 3D Sketch مكما يكون 2D Sketch مثل هذا اللي سوينا سيكون 3D Sketch فهذا إن شاء الله نتركه لمحاضرة أخرى إن شاء الله تكون استمتعتوا بهذا واستفاديتوا من الموضوع خصصا أخواننا خاف يعتبون علينا اللي يعملون بالإلكترونيك والكهرباء حتى الميكانيكال اللي يصممون هاي الأجزاء فهي طريقة لرسم الكابل أو الواير إن شاء الله تكون سهلة وواضحة أي سؤال عدكم أو استفسار أرجو أن تكون يا بالكومنتس إذا عجبكم الفيديو لايك إذا ما عجبكم ديس لايك وأسمع من عدكم إن شاء الله شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا